أطراف الملف الليبي يلتأمون من جديد في المغرب بعد آخر لقاء في مدينة الرباط أواخر شهر يوليوز من السنة الجارية لتنجح بذلك المملكة المغربية في لم شمل فرقاء الأزمة الليبية وإرجاعهم إلى طاولة المفاوضات من جديد أملا في إيجاد حل يخمد فتيل الصراع القائم بعدما عانى هذا الملف من جمود سياسي دام لأشهر عدة يهدف الحوار الليبي المنعقد بمدينة بوزنقة إلى تعزيز وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات القائمة بين الأطراف المعنية لسيما بعد الزيارات الأخيرة للمغرب التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إضافة إلى زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي وذلك في إطار مساعي المملكة المغربية الرامية إلى إخراج ليبيا من نفق الصراعات التي تتخبط فيها البلاد وفق المصاري الأممي المتمثل في مباحثات جينيف من أجل هدف وحيد وهو تحريك المياه الراكدة وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا